تأسيس الفراخ البلدي البيض الانتاج البيض من البداية لازم تربي الفرخ بتاعك صح علشان لما ساعات في تحصل مشاكل كتيرة الفراخ تبيض وترجع تريح تاني وتقطع بيض الفراخ تبيض البيضة زغنطوطة خالص وشكلها غريب الفراخ تبيض والبيضة تكون اشرتها ضعيفة علشان ما نلاقيش المشاكل دي كلها لما بنجي ان نلاقي انتاج البيض يعني نقعد نربي في الفراخ 3-4-5-6 شهور وفي الآخر ألاقي البيضة صغيرة أو ألاقي البيضة من غير 10 أو الفراخ تبيض يومين وتقطع 10 كل ده مش هتلاقي إن شاء الله لما تسمع الفيديو ده بتركيز كده وتفهمي الحاجات اللي احنا هلازم نعملها للفراخ من سن صغير الفراخ اللي قدامنا دي انت فراخ بلدي حر عمرها تقريبا 25 يوم عمر 25 يوم استقبلناها من أول يوم من غير أي تحسنات نهائيا مفيش تحسنات خالص متربيها بطريقة طبيعية متربيها ببديل علف متكلش علف صافي متكل رشة علف كده على الأكل يعني بنتحك عليها بشوية علف وخلاص لكن عاملين لعبة دايل كتيرة للأكل يعني لما تربيلك حتى ولو 10 فرخات في البيت وربنا يبريكلك فيهم هيبلولك الدنيا بيض وهتأكليهم من حاجات بسيطة خالص احنا عاملين يعني ما قناة مليانة فيديوهات لتوفير التوفير لدرجة الناس بيسموني ملكة التوفير ملكة التوفير مش مشكلة اسمها حلوة برضا فبجد الفراخ البلدي بالذات أصلا أكلتها ضعيفة يعني هي كده أصلا ما بتستهلكش منك أكل زي لأي نوع تاني من الفراخ يعني انتاجها ما شاء الله في البيت حلوة جدا منعتها الحمد لله كويسة الفرخ اللي منعته كويسة اللي هو لما تيجي تعالجيه يخفي معاك وما شاء الله يعني احنا ربناهم بطريقة بسيطة خالص بالأعشاب من غير أدوية من غير علاجات محتاجين شوية فيتامينات بنعمل لهم بدايل للفيتامينات حتى الفيتامينات بنعمل لها بدايل أكل بسيط برضو اقتصادي مش هتتكلفي حاجة يعني لو عندك مكان وما بتربش يبقى إيه انت الغلطانة مش إحنا طيب إزاي بقى أسس الفراخ البلدي بتاعتي من البداية خالص من الأول من أول ما هم لسه هم من 25 يوم وهنشتغل معاهم في إيه إيه الحاجة اللي أنا ممكن أعملها لهم في السن ده أولا في الاستقبال وإنت بتستقبلي الكتاكيت البلدي دي يا سلامي فضل وحبزة لو إنك تحطي معلقة صغيرة كده من السمسم على الأكل رشة كده من السمسم يعني تشتري مثلا ربع كيلو سمسم ويتأسسي به الفراخ ده بيعتبر تأسيس وبناء لعنقود البيض من هم صغيرين وكمان معاه حبة البركة السمسم وحبة البركة تأسسي عليها الفراخ لو تقدر تكملي معاهم لما يكبروا مش هقولك بقى كل يوم يعني هم صغيرين كنا بحط معلقة صغيرة كل يوم فالدنيا بتبقى تمام جدا والفراخ بقى متأسس حلوة قوي طيب الفراخ كبرت زي دي كده دول لو حطط لهم كيلو سمسم هيكلوه أنا وقفة ولو حطط لهم كيلو حبة البركة هيكلوني وراه طب أقام اللي اتنين غالين دلوقتي كيلو سمسم بخمسين جنيه ويمكن أكتر في بعض الأماكن وبحبة البركة ايه غالية جدا طب هنعمل ايه هنحط معلقة او يعني معلقة كبيرة او رشة كل يومين ثلاثة كده في الأسبوع كل يومين ثلاثة كده ايه اللي هو أنا مش هقطعه بقى يعني أنا ربيتهم معلوم صغيرين مش هقطعه لما يكبروا كل يومين ثلاثة أحط مرة في الأسبوع لما يكبروا أكتر تمام مهم جدا الحاجتين دول طيب في حاجات تانية أرخص أرخص بكتير من الكلام ده أنا مثلا أسستهم مع الحاجات دي كانوا هم صغيرين بيأكلوا كنت بفرح أما بحط حبة سمسم وحبة بتاعك كان يا سلام الدنيا من الساعين طب دلوقتي ما شاء الله كبروا ومستعدين يأكلوا الحيط طب أنا أحط لهم إيه دوليكا فيهم بقى كلسي مكلام من ده على طول همروحها الصيدلية البشري وهنجيب آآ علبة اسمها كلسي مات كلسي مات بشري علبة بتمانية جنيه فيها شرتين آآ يعني فيها ستاشر كابسولة كل أسبوع هحط لهم آآ كابسولتين يعني ومن وراء بعض كابسولة واحدة على تلاتة لتر مية النهاردة وتاني يوم كابسولة واحدة على تلاتة لتر مية كل أسبوع وكان الله بالسر عليك كده حلوة قوي وانتي كده عملت الواجب اللي عليكي وأكتر طيب أنا فيه كمان مكون رخيص جدا يمكن أرخص من الكالسيمات دي طيب أنا بتدرجلك بحاجات أحسن وأجمل آآ اللي هي آآ دي سري اف وانا اتكلمت عنه كتير لحد المريء نشوف دي سري اف يعتبر مكملات الغذائية في الصغدالية البشرية آآ بيبقى علشان الكالسيم وكمان آآ مهم جدا جدا للحجم يعني الفرخ عشان يبقى حجمه حلو كده وعظمه كبير المكون ده بيؤثر قوي قوي وبشهادتكم انتم يعني الناس كتير جدا من المتابعين للقناة سواء القناة دي او قناة بتاعة الفراخ البيضة جربولي ان انا ما بربش تير من غيره انا معتمداء عندي بسم الله ما شاء الله لقوة إلا بالله حلو جدا لو الفرخ حتى سرده ومش حلو وهيبقى ضعيف لو انت التزمت بدي سري اف ده بيقوي عظمة الفرخ وبيكبر جسمه كده وبيخليه يعني يبقى طويل وعارض كده انت عارفة يعني لو هيبقى محصرة مرفيع لا ده ما شاء الله بيخليه جسما حلو ده غير انه بيأسس بقى انتاج البيضة عند الفراخ وبيضبط العنقود جدا لان الفرخة خلاص مش محتاج ده غير انه هو في فيتامين ده لتلاتة ورفع مناع يعني حاجة كده من الاخر خالص دي سري اف ايه الشريط فيه عشر كابسولات بسبعة جنيه يعني حتى الكابسولة مش مكملة جنيه فبجد اقتصادي ده بس ده مش معناه ان انا احط منه كل يوم لا انا برضو بحط يومين اتنين بس في الاسبوع طيب هتقولي لي طب احط ده ولا ده انا والاحسن انا هقولك على احسن حي هتي الاتنين هتي اسبوع او شهر من ده وشهر من ده او اسبوع من ده واسبوع من ده يبقى انت كده اخدت جميع الفوائد اللي في الايه في الاتنين وفي حاجة بقى تانية مهمة جدا 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 الا وهي الخضروات الخضروات ثم الخضروات معرفش مين اللي طلع الاشاعة الغريبة اللي الناس كلها مصدقة ومقتنعة بيها انه الخضروات بتعمل ددان لا خضروات ايه لا ما حطش خضروات خالص ده تعمل ددان ده بتربي ايه القرف اللي بيقولون ده اما انا بقرف ايه متكلام ده على فكرة ما احترام يعني ددان ايه يا جدا عين ده اصلا اصلا الحاجات دي مخلوقة انها هتاكوا الخضرة مخلوقة انها تمشي في الزراعة وفي الجنين وفي الاعشاب وتاكر من الخضرة الديدان دي بتيجي من التفايليات اللي موجودة في الارض في التربة في الطين الفرخة عمتا من طبيعته بيقعد ينقر في الارض في الطين فده بيعمل جوه ددان فطبيعي جدا جميع انواع الطيور لازم يكون بعد عمر شهر عندها ددان ده لازم طبيعي انه يبقى الفرخة عنده ددان وعشان كده دايما بنقول نستخدم الشيح من هما صغيرين قوي قايا بنحط الشيح من عمره اربع تيام على الاكل حطه اربع تيام ونشيله اربع تيام على الاكل ناشف كده او تغلي معلقة على لتر ومية مرتين في الاسبوع او مرة واحدة حتى في الاسبوع روعة بكده بتقدري تقضي على الددان لما يكملوا شهر ومكسلة بقى تعملي شيح وتغلي وتعملي عليك وعلى قرص البندكس او البندازول او الفرمزول اي شرب الددان بشري نوعها قوي ده بيخلي الفراخ لو انت سبت الددان واهملتيها ومحطتش ليهم شربة الددان الفراخ بتبقى خاسة ضعيفة مش بتاكل بتقطع بيد اصلا خالص ما بتبتش ولو بودت بتبقى البودة صغيرة وضعيفة وتبقى يعني عارفة اللي هي ساعة تلاقي بيضة ادي بيضة اليمامة كده وتبقى مستغربة على شكلها او عاملة زلبيلية كده مش بيضة خالص بسبب ان انت اهملتي موضوع ددان او اهملتي موضوع الكالسيمات فانا عايزة ااسس الفراخ بتاعتي بكل الحاجات اللي قتلك عليها وبالخضروات وانسي فيلم الددان ده الددان دي الوحدها خالص سكة تانية خالص مالهاش علاقة بالخضروات والخضروات اساسية علشان الفرخ اللي بيبيت حتى كنتوا في مرة عاملة فيديو انه الخاص ده يعتبر بديل للعلف البيض فلقيت حد بيصغر من الموضوع فاستفزيني جدا لانه والله العظيم ان الحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها احسن مليون مرة من اي حاجة بتدخل فيها الانسان ليه هو سبحانه وتعالى عمل الحاجة صح عمل الحاجة مناسبة انت لما بتدخل بتعمل حاجة لها اخطاء حضرتك بتنباهر بيها جدا انه بجمالها في اول سنة اثنين تلاتة عشر سنين بعد عشرين سنة بيكتشفوا اللي بعدك المصايب والبلاوي اللي حضرتك عملتها يعني مثلا العلف بعد عشرين سنة هتكتشفي قد ايه كان بيجيب امراض وكان 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 يبقى احنا دايما نلجأ للحاجات الطبيعية ليه لانه مصدرها الله سبحانه وتعالى الخالق اللي عارف اللي ينفعنا من اللي يدرنا اه اتمنى يكون الفيديو عجبكم واذا عجبك الفيديو اذا بتستفدي من القناة تعملي لايك للفيديو وتفعلي زر الجرس وتشتركي في القناة وتكتب لنا تعليقات حلوة